في العراق الذي يتكون من ثمانية عشرة محافظة تتوزع ثلاث وثلاثون جامعة إيرانية معتمدة من الحكومة في بغداد ليس ذلك فحسب بل تطور الأمر إلى ما هو أسوأ بعدين وافقت وزارة التعليم العالي الحالية على افتتاح جامعات إيرانية أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 62 جامعة إيرانية في العراق المفارقة أن عدد الجامعات الحكومية في العراق يبلغ 35 جامعة فقط ما يعني أن عدد الجامعات الإيرانية سيقترب من ضعف عدد الجامعات الحكومية في البلاد وهو أمر له دلالاته التي لا تخطئها عيون الباحثين المتخصصين إذ أن الأمر بحسب أكاديميين يبدو غزوا إيرانيا للعراق على مستويات عديدة فبرغم سيطرة نظام طهران على العملية السياسية وعلى الأوضاع الأمنية عبر الأحزاب والميليشيات الموالية له وبرغم امتداد النفوذ الإيراني إلى مفاصل الدولة العراقية اقتصاديا إلا أن ذلك بدى غير كاف في رأي حكام إيران فعملوا على تعميق نفوذهم الثقافي والتعليمي في العراق ليتمكنوا من إحكام قبضتهم على البلاد وليس أفضل في تنفيذ مخطط الغزو الثقافي والتعليمي الإيراني في العراق من وزير ينتمي للميليشيات الموالية لنظام طهران وهو ما تحقق بوجود نعيم العبودي وزير التعليم العالي في حكومة السوداني القيادي في ميليشيا العصائب والذي أكد مرارا أنه يتبع لولاية الفقه في إيران نهيك عن أن مؤهله العلمي مشكوك في صحته إذ حصل على دكتوراه في اللغة العربية وماجستير في حقوق الإنسان من جامعة لبنانية لا يعترف العراق بشهاداتها كما أن الدراسة أوقفت فيها بعد فضيحة تزوير شهادات علمية مقابل الحصول على رشاوي هو مخطط إيراني محكم لاستكمال احتلال العراق مخطط تنفذه أدوات محسوبة على العراق إلا أن ولاءها الأول والأخير لمن يعتبرون العراق حديقة خلفية لهم